رفع رئيس وقضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات خالص التهاني وأطيب التبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله بمناسبة النجاح المشهود للانتخابات النيابية والبلدية 2022 في الدورين الأول والثاني وقالت اللجنة العليا أنه انطلاق من الإشراف القضائي الكامل وصونا للحقوق والحرية التي كفى لها الدستور حرصت اللجنة العليا على ضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في ظل انتخابات شفافة ونزيهة يعبر فيها المترشحون عن برامجهم في أجواء دموقراطية تقوم على أساس المنافسة الشريفة ترسيخا للحق الدستوري الذي يرتكز على صون الإرادة الحرة في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية للسنوات الأربعة القادمة وثملت عاليا الحضور الشعبية التاريخي في الاستحاق الوطني الانتخابي الذي يجسد مدى الإيمان والعزيمة على المشاركة الفاعلة في تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحي عبر المؤسسات الدستورية والنابع من اليقين الراسخ بخيار المشاركة الفاعلة سبيلا للنهوض المستمر من أجل حاضر ومستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن وهو ما يجسد المبادئ العليا التي أرسق وعدها ميثاق العمل الوطني أكدت أن المشاركة الوطنية الكبيرة في هذه المحطة الانتخابية الجديدة من مسيرة العمل الوطني عكس العديد من المجازات المتحققة في ظل الرعاية الملكية السامية التي أعطت دفعا متجددا لمسار العمر الديمقراطي من أبرزها المشاركة السياسية البارزة للمرأة البحرينية والإقبال الواسع للشباب في التصويت بالانتخابات في مؤشر على مدى الوعي بأهمية الاستحاق الانتخابي والإحساس بمسؤولية الواجب الوطني في خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته والعمل الصادق على تعزيزها أعربت عن شكرها وتقديرها لكل من شارك في إنجاح الانتخابات وفي مقدمتهم وزارة الداخلية لما بذلوه من جهود في تأمين العملية الانتخابية ووزارة الخارجية وسفاراتها وقنصلياتها لجهودهم في تنظيم التصويت في الخارج ووزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة شؤون الأعلام والجهة المختصة الأخرى وأعربت عن شكرها وتقديرها للإدارة التنفيذية للانتخابات واللجان العاملة كافة والمتطوعين لما بذلوه من جهود دؤوبة في تنظيم الانتخابات النيابية للفصل التشريع السادس وكذلك المجالس البلدية